تستنكر وزارة الخارجية بشدة محاولة ميليشيا الحوث الإرهابي المدعومة من إيران القيام بهجوم إرهابي على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة بدون طيار مفخخة مؤكدة أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارا واضحا من الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإذ تشيد وزارة الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وحرية التجارة العالمية